بمعنى وقتها وعد النفس الثوري والان المسألة اجرائية فقط بداية عين جابسي دوزر العاكمي جابسي اش اسمه للصيد اللي هو منها تجمع قديم حطه في الداخلية ناس ثارت تحركت ضربت قالوا منزل صبعي باش نشاوروا نقول لكم من اضع وتبين انه كل الشخصيات اللي تحطت فكل وقت كان لمنها اعدام بعض الملفات وتغيير بعض السياقات عليش نعبوها الشعب المسكين عليش نحطوه في وضعيات مثل هذه وفي الأخر نخيروه بين السيء والأسوأ بين السيء والأسوأ اللي هو كان قدامه متاح رأع انه يختار بين الحسن والأحسن عمل ثورة فاجأ بها حتى في راسها وغيرها وكان قدامنا السياق طيب وخير اليوم اذن الارهاب هذا ما مارسوه مارسو الارهاب وقت يخرج البيجي قادل سمسي والامنيين اليوم اللي يغير عليهم ويبكي عليهم دموع التماسية سماها مقرودة قال الامنين قرودة وقال لهم مكثر من هذا النقامات اللي اليوم يدافع عليهم بأنه النقابات الأمنية زي ما تكون بعضها خير ويحب ويدافع على وضعيتهم الاجتماعية وكذا وبعضها واضح يخدم في السياق به وقتها قال لنقابة في الأمن وشدوا دياركم عليش ننساوه شدوا دياركم كله ومن أنتوا بتحدي وبعجرفة لين أصبح الأمن وقته في وضعية حرجة جدا حتى مرأينا الناس اللي يحبوا ينقضوا على السلطة رغم أنوفنا اللي هما فاشل هم مستفيدون السعبت دائن مسيرون بطريقة مباشرة غير مباشرة هذا مسألة للنظر لكنهم هم المستفيدون التوقيات السياسية اللي يذكرها أخونا الغريبة العجيبة ما هيش انتها واحد سلفي معناها متحمس شوية وبرا جيش ما تركيب الساكون با هرانا ماناش أغبيا جي في موعيد بالضبط اليوم عنا 23 أكتوبر الانتخابات معناها ذكرة ثانية انتخابات وكذا ياقع الحدث كل شي حاضر دخول المقارات النهضة دخول المقارات النهضة وهي يعني هذا يخدم مصلحته انه يساعد على الارهاب لكي يخدم مصلحته في الحوار اكيد هو موجود في الحوار احنا اليوم في وضعية حربية والحوار اللي يسمو فيه حوار كأنه بين متحاربين جو حربي جو ارهابي حربي هذا الحوار يتقطر دما ما حوله امران فيه مائدانا الاول الوصاية الاجنبية تم بعد قاب السفراء بشكل عجيب غربية حتى السفراء لدول ما نسموه ما عنداش اقدر ولا عند اقدر في تونس داخل خارش لك لك سلام عليكم شي يعمل العار ما يليقش بيش نعطيه ذمتنا للاجنبي اثنين في وضعية متاع ارهاب تخلق وضعيات اللي سميتها والمشبوعة واللي لحد الان لم يصلت عليها الظوء في ظرف هذا يراد الحوار ان يتم اذا ثم المقدمة ثم النتيجة لذلك لستوا بالخب والخب ويخدعوني وهذا الامر يختضي الان الانارة وقلت لسيادتك يتزم الجرأة وقلت لشكون قلت المخصين ونزيد معاهم الشعب